موسيقى صباح الخير اليوم الثانية 19 ايار وحلقة جديدة من برنامج اخبار صباح مشروع ستجنب ينطرح حوله ألف علامة استفهم محطة مع نشاط شهدوا درجة جميزة دعمة لمرضى السيدة وأيضا فقرة فكرية مع كتاب جديد مع زميلتنا مريم الحاج إضاءة على مسابقة بتفتح أفاق جديدة للطلاب من خلال التغليف أما ضيفتنا لليوم فهي سارة نصر الله من منظمي أرت فاستفل 2014 لنحكي أكتر عن هالحدث يلي بتشهده الجامعة اللبنانية كلية الفنون والبداية مثل العادة مع أحوال التأس ومن مصطحة الأرسال الجوية معنا أستاذ عسام حليوة على الخط صباح الخير أصد الله صباحك وصباح المشاهدين كرارة كيف سحتك؟ الحمد لله أهلا وسهلا فيك تفضل أستاذ عسام هل يوم الثانيين غائم جزئيا مع ضباب على المتفعات نعم بدون تعديل يذكر في درجة الحرارة الثلاثاء غائم جزئيا مع ضباب صباحا وارتفاع ملحوظ بدرجة الحرارة نعم الأربع غائم جزئيا مع انخلاق بسيط درجة الحرارة مع احتمال تصاق بعض الأمضار في البقاء يعني بعدنا مش هم نعيش حالة استقرار مظبوطة كفصل ربيع مثلا نعم نعم الخميس غائم جزئيا إلى غائم مع احتمال تصاقب بعض الأمطار في الشمال والبقاء نعم وانخفاض ملحوظ بدرجة الحرارة درجة الحرارة الساحل اليوم الثانيين من 15 إلى 27 فوق الجبال من 9 إلى 20 الأرض من 6 إلى 18 وفي الداخل من 11 إلى 28 درجة نعم والخميس لما تنخفض قد تنخفض الحرارة تنخفض بسيطة 23 درجة الساحل الي عن تقريبا مع أمطار نعم شكرا لقالك استاذ عسام يعني تكي العافية من اتمنى لك النهار تنين ممتع إلى الأخبار السقفية مع بيارت صباح الخير صباح الخير لقالي كل المشاهدين والأخبار السياسية دورة هلأ مع جولتنا السقفية سقف معي من بعد السياسة جولة على الصحف جولتنا من بلشها مع نوين صحيفة النهار اللقاءات باريس تمهض لمرشحي الصف الثاني فرنسا تدعو إلى مرشح وفاق إجماعي جعجع نال حق الفيتو والبحث تم في الأسماء غير المرغوب فيها لو تمت التسوية فإن إجراء الانتخابات قبل 25 أيار بات صعبا حفتر علق نشاطات المؤتمر الوطني الليبي وألف هيئة لوضع دستور جديد مقتل قائد الدفاع الجوي السوري في المليحة باريس مبادرة إيران تساعد في حل الأزمة مصر السجن لأكثر من 160 من مناصري الإخوان افتتاحية النهار لليوم بألم نيلة وين حملت عنوين أي قوة في تعطيل النصاب وختيما سلمحايك تقدم النبي بالرسوم المتحركة من صحيفة النهار إلى صحيفة السفير الحريري المحرج مع عون يطمئن جعجع لقاءات باريس المقايدة الرئاسية مؤجلة مطلبو ترابلوس وتنظيف السجلات فندق هولي دي إن قصة تنهيها الحل ليبيا تتفوق على لبنان الثمانيات ماذا يريد اللواء حفتر انقلاب على الإنقلابيين أم تصحيح هجوم درعى مستمر وميثاق شرف يفرق الفصائل مناورة عسكرية أمريكية إسرائيلية حماية الداخل والتصدي للصواريخ من صحيفة السفير إلى صحيفة الحياة ضربة معنوية للنظام بمقتل قائد الدفاع الجوي خطة أمنية أردنية لضبط الحدود مع سوريا والجيش الحر يتقدم في حما لقاءات باريسية تركز على الاستحقاق الرئاسي اللبناني سلام يبدأ اليوم جولة يستهلها بزيارة للسعودية كل القوى العراقية تبحث عن تحالفات لتقوية موقعها تقدم المالك في الانتخابات لا يخوله تشكيل حكومة غالبية وجهت إليه اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام بعد حديثه عن انتهاكات في دارفور الخرطوم تعتقل الصادق المهدي وحزبه يعلق الحوار مع البشير إيران ترفض تقليص قوة مفاعل أراك وتحذر الغرب من تفويت فرصة اتفاق وختيما وبعيدا عن الأخبار السياسية التركي جيلاني يصبر أغوار الروح في ثلاث ساعات مذهشة سبات شتوي كل شيء هادئ حتى لحظة الانفجار وعن الفيلم التركي يلي عم بيشارك بفعاليات مهرجين كان لها السنة متابع جولتنا ومع صحيفة المستقبل واليوم وضمن جمهورية الرئيس بالجزء الخامس المصالحة الجسر سياسة مد اليد ليست ضعفا أو طمعا بالمناصب شمس الدين الوصاية اجهضت المصالحة في 1989 و2005 وأسقطت المسامحة أما بالعنوين السياسية الحريري وجعجع يشددان على الاستحقاق في موعده وجنبلات في باريز والبطريارك في السراية اليوم الراعي تذكر فراغ 1988 الجربة يلتقي أولاند غدا ويجدد مطلبه التزود بأسلحة نوعية الثوار يقتلون قائد الدفاع الجوي التابع للأسد العراق 99 مقعدا بارلمانيا للمالكي وعلاوي يلتقي البرزاني لتصحيح العملية تمديد اقتراع المصريين في الخارج حتى مساء اليوم بعد الإقبال الكثيف الجيش الليبي يجمد المؤتمر الوطني ويعلن حربا على التطرف والإرهاب وختيما مع صحيفة المستقبل دفراج للمستقبل قانون الشراكة أهم إصلاح نبدأ به من صحيفة المستقبل جورتنا مكفية ومنتابع الآن مع أبرز ما علوانته صحيفة الأنوار لقاء الحريري وجعجع في باريز رفضوا الفراغ والاتصالات لمنع حصوله يوم طويل لسليمين والراعي وجمبلات في الشوف مسلحون يقتحمون البرلمان الليبي ويطالبون بتسليم السلطة عبوة على مركز انتخابي لدعم السيسي وأحكام في القاهرة بسجن 160 إخوانيا بغداد تعلن مقتل عشرات الإرهابيين ودايما مع الأنوار الجربة يطالب الرئيس الفرنسي بأسلحة مضادة للطيران وختيما وضمن دراسة اقتصاد أغنياء بريطانيا بلغوا حدا غير مسبوق في الثراء منتابع مع صحيفة اللواء وبأبرز عنوين اليوم التعادل السلبي الخميس ابعاد جعجع وعون بالأوراق اللقاءات البارزية لتأمين النصاب والراعي في السراي اليوم ملف النازحين السورية تصدر محادثات سلام في السعودية الانتخابات السورية معارضة الداخل تقاطع والجربة في الإليزي مقتل قائد الدفاع الجوي في معارك المليحة قوات حفتر تنقل المعركة من بنغازي إلى طرابلس اقتحام البرلمان الليبي واعتقال رئيسه وستة نواب حماس حكومة التوافق الوطني قد تعلن الأسبوع المقبل اسرائيل تلمح إلى إجراء محادثات سرية مع الفلسطينيين وختيبا وبأخبار الرياضة النجمي يحول تتويجه إلى عرس جماهيري من صحيفة اللواء جولتنا مكفية وبأبرز عنوين صحيفة البلد لليوم ستة أيام فاصلة وحفوظ الفراغ الرئاسي متقدمة مقتل مسؤول الدفاع الجوي السوري ودايما مع صحيفة البلد حراك لبناني رئاسي في باريس وبرليس يدعو إلى جلسات مكثفة الأعلى للدفاع لإقرار استراتيجية الدفاعية وختيما قدس الشبيبة ببركة ذخائر البابا القديس ومن تابع جولتنا على الصحف وبترجم إلى أبرز عنوين صحيفة The Daily Star لليوم جميع الطرق تؤدي إلى الفراغ القوات الليبية تهاجم البرلمان قائد مقتل قائد قوات الدفاع الجوي السوري مع تقدم الثوار في حما ومن صحيفة The Daily Star إلى صحيفة The Daily Star وبترجم إلى عنوينة المحادثات تنتقل إلى باريس مقتل مسؤول كبير من النظام وضربة كبيرة للجيش السوري عيد واحتفال وإذا ننزل نرى الصورة لجميع العاملين بصحيفة لوريون وجور التي تحتفل بمرور 90 سنة على تأسيسها هذه الصحيفة فإذا احتفلت مبارح بعيدة 90 وبالعنوين الأخرى بصحيفة لوريون وجور وزارة السياحة وليفلاف بيروت لدعم السياحة اللبنانية من صحيفة لوريون وجور منتابع جولتنا مع عنوين صحيفة الشرق المشنوق لن نغلق الحدود في وجه النازحين بل سنضع المعايير لدخولهم الراعي لا أحد أعلى من الرئاسة أو يحل محلها الحريري التقى جعجع والسانيورة في باريس ويعود اليوم إلى المملكة للمشاركة في مأدوبة سلمان تكريماً لسلام عودة الروح إلى الجبل ودايماً مع صحيفة الشرق وعنوين حزب الله الوفاق وإلا فالفراغ لوقت طويل مصير السلسلة في الشغور الرئاسي مصر ومسؤول الدفاع الجوي في الجيش السوري مصر تسحب الجنسية من الزهار وعائلته ودايماً مع صحيفة الشرق مفاوضات سرية في لندن بين عباس وليفني لبنان لا يشارك في سلة آسيا وختيماً الحكم إلى نصف نهائي السلة بعد ثماني سنوات من صحيفة الشرق إلى صحيفة الشرق الأوسط مالكو إسبانيا السعودية أكبر الدول اعتدالاً وتسهم في الاستقرار الدولي الأمير سلمان واخوان كارلوس يبحثان تعزيز التعاون الجامعة تكلف القدوة إجراء اتصالات حكومة معيطق جاهزة في انتظار نيل اثقاب مقرها الحكومة الليبية والبرلمان صاحة معارك وخطف نواب أكد في حوار الشرق الأوسط أنه يريد أن يكون مرشحاً توافقياً أو لا يكون الجميل على فريقي 14.8 أذار التوقف عن العناد فرنسا وإلمانيا تتجهان لرفع تمثيل الاتلاف المعارض مقتل قائد قوات الدفاع الجوي بمعارك في ريف دمشق وختيماً بعنوين صحيفة الشرق الأوسط ابنة زعيم الأمة السوداني الإنقاذ عادت إلى المربع الأول المهدي يدعو من سجنه إلى حوار وحزبه يعلن التعبئة إلى صحيفة الأخبار وبعنوين اليوم حن غريب سق في ثقة الناس وختيماً الجيش السوري لاقتحام مدن جنوبية درعاً لن تكون الخاصرة الرخوة وجولتنا من اختمع مثل العادة مع أبرز عنوين صحيفة الجمهورية يلي عنوانت مع بداية هالأسبوع ماذا يجري في باريس والصورة عم نشوفها فأذن للقاء يلي شادته العاصمة الفرنسية يلي جمع رئيس سعد الحريري مع رئيس حزب القوات اللبنانية سامير جعجة وعم نشوف كمان الوزير السنيورة رئيس السنيورة وبالعنوين الأخرى بصحيفة الجمهورية الحكمة يعود إلى النهائي بعد ثمانية أعوام بتخطيه عمشيت جملات يلتقي أولند بعد الفيصل ولا حماسة سعودية لترشيح عون حماس حكومة التوافق الأسبوع المقبل وختيما بيصدر مع صحيفة الجمهورية مثل صباح كل نهار تنين ملحق خاص بالسيارات جولتنا على صحف اليوم بتكون وصت على ختيما رح نتوقف هلأ مع فاصل أعلاني ومن بعده طبعا أخبار الصباح بكفة مع الأخبار الثقافية رح نبدأ أخبارنا الثقافية والفنية مع The Garden Show مهرجين زهور بمحطة سنوية بتنقلنا إلى أجواء ربعية وصيفية مع كل أنواع الزهور بالإضافة إلى كل ما تحتاجه الحدائق والجنينات وهالشي بيصير مثل كل سنة بميدان سبق الخيل السنة من 27 أيار لغاية الأحد 31 أيار دمنا مهرجين Past Lives ياللي بتستقبلوا مترو المدينة وياللي بيعرض خلال شهر أيار كل نهار تنين أحد الأفلام اليوم تنين 19 أيار فيلم بعنوان إلى أين للمخرج جورج نصر هالأمسية من تنظيم نادي لكل الناس ومن إخراج جورج نصر منشوف هالفيلم أو ما شاهد منه وانا وين ليلى؟ ليلى ناطرة لأرسان ليشرفه لوين أخذ الأحصان؟ أبوك طلبه وانا أختي بروح معك هل؟ إذا نعم نشوف المطلوب رجل واحد اليوم otros ينعرض لجورج نصري فيلم بأنه وين لأين بمترو المدينة مهرجان الربيع بهالدورة بيدوي على القارة السمراء وبيستقبل فنانين من أفريقيا نهار سبت الماضي قدمت الفناني بديعة بحريزي أمسي أقرب إلى الغربة الحديث والسبت المقبل 24 شهر رح بنكون مع الفناني الجنوب الأفريقية زاكي إبراهيم مع الـ POP الأمريكي والـ R&B أما الأحد 26 شهر الفناني المغربي عزيز سحماوي مع الجناوة يلي هي أشهر نمط غناء شعبي بالمغرب وكل هالحفلات عم بتكون على مسرح دوار الشمس رح 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 The dew came and it went away again The dew came and it went away again منتابعوا للسن العشرة على توالي بشارك الجناح اللبناني مدعوم من وزارة السياحة بسوق الفيلم على هامش الدورة 67 من مهرجان كان السينمائية الدولة يلي بيستمر لغاية 24 أيار وهيك بيخصص الجناح يوم 18 أيار كان لمناقشة توجهات السينما اللبنانية بحضور بعض المنتجين والاقتصاصيين وبالتعاون مع مكتب وزارة السياحة عم تعرض مؤسسة سينما لبنان بـ 21 أيار بكرة محمود حجاج الروائة طالع نازل الفيلم وثائق طالع نازل وأيضا وثائق طيور أيلولي اللي عم نشوف منه بعض المشاهد للمخرجة سارة فرانسيس ترجمة نانسي قنقر نتابع مع أخبارنا وبالحديث عن مهرجين كان بمثل هنهار سنة 1997 سلمت لجنة مهرجين كان المخرج العالمي يوسف شهين جيزة بمناسبة مرور 50 سنة على انطلاء المهرجين نادي لكل الناس بقدم الفناني زويا عوكي بأمسي موسيقية بعنوان يلي ما بينقال رح بتأدي خلالها أغاني لسيد فيروس ست صباح وردة الجزائرية عبد الحليم حافظ وغيرهم رح برفقها زياد الأحمدية على العود بالإضافة لمجموعة من الموسيقين الموعد بعشين أيار على مسرح مترو المدينة رح نسمع من السيد فيروس هار بعد سهار واحدة من الأغاني اللي رح بتقديها زويا عوكي خلالها الأمسية سهار بعد سهار سهار بتايا حرز المشوار سهار بعد سهار سهار بتايا حرز المشوار سهار بكتار أو زوار شوي وبفلو وعنا الحلاكلو وعنا الأمر بالدار واردو حكي واشعار بس سهار بس سهار 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 نتابع مع أخبارنا مع أنه مبين شبع بنظم نادلة كل الناس مهرجين الفيلم العربي الأصير بدورته 11 من 23 إلى 27 أيار السنة المهرجين بيخصص قسم للأفلام الطلابية الأصيرة وآخر للأفلام اللبنانية والعربية المستقلة 12 دولة رح بشاركوا المغرب فلسطين سوريا العراق الأردن مصر قطر جزائر تونس الإمارات الكويت اليمن وأكيد لبنان ومن أصل 250 فيلم تم اختيار 45 فيلم بيناتهم 17 فيلم طلابي خمس جويز رح بتم توزيعها رابح من اختيار الجمهور وأربعة من اختيار لجنة التحكيم يلي بدورها رح تعرض بعض الأفلام الخاصة فيها مثل شباك لأحمد عبدالله كزينوس لمهدي فليفل لبنون ثرو سينما لهذه زكاك يلي عم نشوف منه بعض المشاهد بالإضافة لفلمين ويويل وين محمود حجاج وسينما فؤاد لمحمود سويت نذكر أن المهرجين أيضا بخاصة زاوية لأفلام المخرج مارون بغدادة وختام المهرجين رح بيكون مع حفلة موسيقية مع الفنان محمد محسن وطرق من مصر ومن لبنان نهار الأحد المقبل نادي تعضد رياضة مزرعة تشوف بدأ إلى المشاركة بنشاط بيئة رياضة هو ماش بربوع منطقة تشوف الحلوة وطبعا رح يتخلى لها النهار مفاجآت عديدة وأيضا بختمه رح بيكون في مفاجآة أيضا عم شوف بعض المشاهد من منطقة تشوف حيث رح بتم هالنشاط الرياضة وأكيد الكل بيعرف وليالي ما بيعرف طبيعة تشوف كتير حلوة بخبر كمان وتحت عنوان البابا يوحنا بولوس الثاني يعود إلى لبنان جولة لذخائر القديس يوحنا بولوس الثاني زارت لبنان واليوم هو نهار الأخير لأهل ذخائر بلبنان حيث رح بتم استقبالهم بالصرح البطرياركي الساعة أربعة بعد الظهر أما الساعة خمس ونص رح بيكون فيه لقاء روحي ووطني مسيحة إسلامي للإضاءة على وصية البابا يلي سبق وذكرها بعدة مواقفه و بعدة كلمات لألو يلي هي لبنان الرسالة بذكر أنه الثخائر وصلت بالبداية إلى بازيليك سيدة الأيقونة العجائبية للأباء العزريين بالأشرفية ب16 الشهر واليوم هو نهار الأخير لألة ومع هالخبر نكون صلنا لختم جولتنا رح نرجع نعرف أكتر عن أحوال أطراط جولة على حركة السير يلي عم تشهد الشوارع ببيروت لصباح يوم الثانين وعم نشوف حركة السير على جسر سليم السليم يلي هي حركة سير ناشطة ما فيه بعد توقف للسيارات من جسر سليم السليم إلى أوتوستراد الزلق يلي بدوره كمان وعم بيشهد على حركة سير ناشطة وضغط سير خاصة على المسجل كمتجه نحو بيروت نفس الشي بالنسبة لأوتوستراد جوني طبعا من أوتوستراد جوني إلى مثلث خلدي يلي عم يشهد على ضغط سير كبير لليوم بكافة الالتجاهات ومن مثلث خلدي إلى غرفة التحكم المروري ومعنا على الهاتف المؤهل جهاد أبو زكي لنأخذ منه تفاصيل أكتر عن حركة السير مع بداية هالأسبوع صباح الخير صباح النور إلكنوا للمشاهدين اتفضل شو فيك تعطينا معلومات يعني منعرف بداية الأسبوع دايما فيه إزدحام نعم نعم بس ما في عوائق ما في عوائق للسير في إزدحام كالمعتاد المدخل الشمالي الإزدحام مبلش من النقاش باتجاه أنتلياس وصولا لنهر الموت أيضا الدورة باتجاه الفوريم نعم الصالومي عم تشهد إزدحام مع بعض التوقفات المدخل الجنوبي خلدي باتجاه الأنفاء وصولا لبيروت المدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا نفق سليم السلام أيضا السرادلياس الهراوي باتجاه أوتيلو دير ساسين هذه المحاور اللي ذكرناها عم تشهد إزدحام صباحي مع بعض التوقف نعم هذا كل شي بخصوص حركة صباحية لليوم بالنسبة لحوادث السيرية اللي سجلت خلال الـ 24 ساعة اللي مضت نعم عدد الحوادث اللي سجلت خلال الـ 24 ساعة اللي مضت ونتج عنها أدراج جسادية 9 حوادث نتج عنهم أتلين و14 جريح نعم الحوادث ستوزعوا على الشكل التالي أربع تظاهر ثلاثة استضامة واحد صدم وانزلاق واحد أيضا نعم وفي معلومات عن أشغال أو تدابير بالأيام اللي جاي كمانا ممكن ننفيتي المشاهدين نعم اليوم ستقوم شركة كهرباء لبنان بتنفيذ أشغال حفر وتمديد كابلات كهربائية في محلة مستديرة رزق الله نعم قرب نعم وذلك اعتبارا من 21 لساعة 21 من تاريخ 19.5 ولغاية الساعة 6 صباحا من اليوم التالي نعم بسي تؤدي هذه الأعمال إلى قطع السائر بالاتجاهين وفقا لما يليه تحويل السائر المتجه من محلة الشفرولي باتجاه مستديرة رزق الله نحو طريق فرعية قرب محطة يونيتد نعم قبل مستديرة رزق الله إلى المكلس وتحويل السائر المتجه إلى الشفرولي والقادم من مستديرة رزق الله شفرولي بالتجاه مستديرة المكلس جسر الباشا نعم نعم الأجهال بتبلش اليوم بتمام الساعة 9 المساء ولبكرة 6 الصباح نعم نعم شكرا لك المؤهل جهاد أبو زكي منتمنى لك بداية أسبوع حلوة وموفقة نحنا رح نتوقف الأبعاتين فاصل ومن بعده طبعا تقرير أخبار الصباح المنوعة مع بداية هالجمعة بتبلش فكونوا معنا طباح الخير حراك مكوك عنوان الاستحقاق الرئاسي اتصالات كثيفة قبل الخميس المقبل لكسر الجليد وبين التقارب الإقليمي والمساعد الداخلية ما نضجت بعد الطبخة الانتخابية وبين بداية الأسبوع ونهاية المهلة الدستورية بـ 25 أيار عقارب الساعة عم تمشي بسرعة إما باتجاه الدخول إلى فراغ والشغور وإما الوصول إلى اختيار فخامة رئيس الجمهورية بالانتخابات سالدو أكبر وبمشاريع السدود صفقات مشبوهة ومحسوبيات مشروع سد جنب ينطرح حول ألف علامة استفهيم فبين تمسك وزارة الطاقة بمشروع السد رغم تحذيرات وزارة البيئة وتخوف الجمعيات البيئية من أثاره السلبية على الويدي يلي يعتبر ثروة سياحية وبيئية ورغم معارضة الأهالي لقيم المشروع يلي اعتبروا المهندسين أنه غير مفيدة من الناحية الجيولوجية إلا أنه على من تقرأ مزاميرك يا داود لنضوي أكتر على الموضوع نبقى مع تقرير لزميلتنا رولا أمين الدين نهر إبراهيم من قدم السنين عن قيام جدولي وكان فيه له تاريخ أدونيس مبارشو كان عنده يمرو فيه كذا حرام حرام كفر كفر على اللي بيخلي نهر إبراهيم يجيب فيه من الماء كفر ما بيعرف الله وان ما كمني عم للسدود أش عرفني أنا يا عمي أنا ما بعرف شي أنا بالحق أبقريت لا متعلم ولا بعرف شي بين سد شبروح وسد برصة بالضنية تنقل الفشل دفعت الأموال الباهضة ونفذ المشروعين دون جدوى واليوم مشروع سد الجنة بقضاء جبال بيترقى السلم أولويات وزارة الطاقة فبدون إعطاء أي علم أو خبر بدأ تنفيذ مشروع السد بوادي أدونيس التاريخي أو ما يعرف بوادي نهر إبراهيم مما أثار الجدل والاعتراضات بالأيام الماضية من قبل الضيع المحيطة والجمعيات البيئية لأكدت فشل هالمشروع وضرورة وقف تنفيذه لعدم وجوده بالمكان المناسب هذا المشروع كله على بعضه غلط بغلط يعني نحنا تعودنا من نحنا وصغار من روح لهنيك ومنلعب والنهر ماشي والماء ماشي وكل الناس بتروح بتقصد هالمنطقة بما أنه الأرض كل الأبحاث حكيوا أنه الأرض ما بتسوى لتاين عمل سد فيها أنه ليش هالتعب كله وهالركض كله تاين عملوا سد اتفاجأنا يعني أنه جيين مبارح عم بيقولوا أنه بدو يصير سد وكذا طب كيف بدو يصير سد والأرض طبيعتها ما بتحمل هيدا الشي يعني فحصوا هني هاليا ترى هالسقر هيدا وهالتربة بتهدي الماء لا ما بتهدي الماء عم بيقولوا أنه طرع فيه مطصخ من تحت كله ومهزهز ما عم بيهدي ماي فلذلك نحنا كمان إذا بدون يعملوا كمان سد جني بدون يكون مثل سد شبروح ما رح تستفيد بدون المنطرة وحيكبوا مصاري وحطوا مصاري مثلهم مثل أي شغل عم يعنوها بالبلد السد هو من عمل عليه دراسات علمية مضبوطة الدراسات اللي نحنا شفناها وتقدمت لقلنا بيانت أنه السد هيأثر على البيئة أكتر ما أنه هيكون فيه هيجمع الماء الكافي لا يرجع يتوزع على منطقة بيروت في ديع كتير رح تتضرر من هيدا السد في ديع من كسروان اللي هي مش رح يوصل لماي بالعكس رح تنشف الماء عندها رح تنشف يا نبيعة أنه بتأثر على نهر إبراهيم يعني بينشف النهر بأثر على شرك الكهرباء عن ماي كل يعني من المنطقة حتى هون يقاموا بتحرك وعملوا تحرك ضده لأنه بأثر هالمشروع لبدأ تنفيذه من إبل وزارة الطاقة ودون إخبار وزارة البيئة للاطلاع على مضاعفاته البيئية أثار علامات الاستفهام فالعلماء جيولوجيين أجمعوا على عدم قدرة أرض بلدة الجنة بويدة نهر إبراهيم على تخزين المياه بسبب تشقق الصخور والطربي مما يعني تسرب المياه وهدرة إضافة إلى جفاف نهر إبراهيم والينابيع المحيطة وبين مطالبة أهل بلدة شوين ويحشوش وغيرة بوقف المشروع وإصرار وزارة الطاقة على المباشرة بيبقى مشروع سد الجنة مجهول المصير وبرسم المسؤولين إحنا بحال عملونا السد يعني من أكس على نهر إبراهيم يعني خلاص يعني بسر النهر كأنه هيك سقية ماشية وما في ماء بقلبها العالم كلها كل السنة بتطلع لفوق عيد مارحنة وبيعدوا بيعملوا بيكنيك وبتطلعوا على الطبيعة وهيك بكرة بس ياخدوهن ويعملوا سد ممنوع أوه شغلة ممنوع تطلع إلى فوق منع وزارة الطاقة تعيد الأبحاث بالشيء اللي عم تعملوا فوق لأنه الأرض مش كتير مش كتير سابتة أو لأنه تصير الماء تتسرب من تحت المشروع بدون يعملوا ومصرين بدون يعملوا بس كرميل كرميل سياستن ومشاريعهم بدون يخلصوا بقولوا أنا عمي السد بيقرط المسخرية وبروحهم هيدا السد لابس كريف شال السد بيخرون كلهم بيجو تعملونا السد بيروحوا البيئة وبروحوا الطبيعة ما هني جماعة مش طبيعيين ما هني مش طبيعيين بالطبيعة لازم السد تحطوه نهو بالسد ويفلتوه بروحوا كلهم ترتيح العلم منتبع حلقتنا من أكتر الأمراض يلي ممكن الإصابة فيها من خلال العدوى هو مرض السيدة يلي ممكن بكل بساطة تفادي عبر الوعي والوقائي بمنسبة اليوم العالمي لمرض السيدة وبهدف توعية الأشخاص خاصة الشباب منهم رح ننتقل إلى نشاط من تنظيم جمعية فيفر بوزيتيف شاهدوا درجة الجميزة حيث تمت إضاءة الشموع تفاصيل أكتر بهالتقرير كلنا معرضين للإصابة بالعدوى لها السبب الوقاي هي خير من ألف علاج هالشعار هو من أجل صحة الإنسان ولمكافحة السيدة أقامت جمعية العناية الصحية وجمعية فيفر بوزيتيف نشاط توعوي على درج مار أولى بالجميزي أضاءت من خلال الشموع بمناسبة اليوم العالمي لسيدة جمعية العناية الصحية بخصوص مرض مرض الأيد نحن أكتر شيء شغلنا بالوقاية بالتوعية وكمانا بالمتابعة والدعم للأشخاص المتعايشين مع الفيروس الفكرة من وراها هي إضاءة شموع للأشخاص اللي توفوا من الـ HIV-AIDS هايدي كنت البداية وطبعا كمانا أكتر تنتوسع دعم للأشخاص المتعايشين مع الـ HIV وزيادة كمانا تنعطي مساجات تتوعية للشباب مش لأنه في علاج للـ HIV صار فينا نسمح لحالنا نروح نلقته في علاج للسل بروح بلقت السل في علاج للحيال للتهاب بروح بلقته في علاج للسلطان بروح بدخن وبلقت سلطان يعني هايدي النقطة الأساسية الوقاية هي أهم شيء بالوقت الحاضر لكل الأمراض ولا يعرفوا كيف يحموا حالهم ويعرفوا أكتر يكون عندهم معلومات عن الـ HIV لأن إذا الواحد لقت الـ HIV ما فيه رجع ما فيه خط رجع على وراه لأنه أفضل نتوقع من أنه بعدين نعالج من المال من المال تاني فيه موضوع الوصم والتمييز يعني بغير شيء هالإنساني اللي اكتشف أنه حامل الـ HIV هو شخص كمان مدعو أنه يكفي حياته حامل الفيروس والمصاب بالمرض أو المتعايش معه هو بأمس الحاجة للدعم النفسي والمعنوي لذلك كان هالنشاط هو دعم للمتعايشين مع السيدة ورغم وجود العلاج المناسب إلا أنه مرض السيدة بيبقى من أخطر الأمراض فالوقاية هي أمر لابد منه أنا لي متطوع لأنه هيدا الكوز بيعنينا بيعنينا نحن كل الشباب حرام اليوم الشاب وأنه عم بيعمل حيالة شيء بس كرمية البلاجر أو كرمية اللحظة إيدز إذا نشو كتير مهمة بالعالم كله يعني مش بس عنا وبحس أنه أحسن شيء نتنوع العالم صور أنه نحكى كالشافة نحن هون لنساعد نتنوع العالم موجودة الإيفانت هو شيء مهمة بينعمل باللبنان وحتى كمان لازم ينعمل هذا الأمور من ناحية أمراض تانية كمان هذا نهار معروف عالميا أنه بهذا نهار بالذات بيولعوا شمعة كرمية كل مرضى السيدة والأتشايفي بالعالم فهذا هكي مثل معنى عالمي أنه نتحد معهم في نيس ميكي ما تأثر معهم بس هناكي نيس لما نشوفوا أنه شخص سواء الموضوع بيعني أو ما بيعني بس أقدر يقدم دعم يقول للشخص التاني وإنا بتقبلك جاي يدعمك ومني مبلومك على الشي اللي أنت فيه هذا بتعني له أكيد مشاركة اليوم بالإيفنت كرميل It's the AIDS Memorial Day وإنه تسوي أنه لنأرجي للعالم أنه في ناس بتتقبل أي شخص ميم ما كان يكون شو ما عمل بحياته بس أكيد الأشخاص المصابين بالسيدة هنه مش أشخاص مهمشين أكيد نحن وقفين حدهم وأكيد من ساعدهم بس أكيد لازم نحمي الشباب من هيدا المرض عنا جمعيات وهي تابعة للدولة عم بتأمن بنهاية العلاج الكامل للأشخاص اللي عم يعانوا من المرض وحتى الجمعيات الخاصة هي عم بتكفي يمكن من ناحية التوعية والحماية للأشخاص فعم نكمل دور بعد بهيدا الإتار نحنا كجمعية إنماء جميزة عنا درجة مرنقولة اللي يستعمل للنشاطات الفنية والسقفية وهذا منعتبره من النشاطات الإنسانية يعني اللي منضيفة على نشاطات الجمعية لنساعد الناس اللي هن بحاجة لمساعدة ودايما بشوارع بيروت رح ننتقل هلأ لفقرة كلمة اليوم نشوف كاميرا أخبار الصباح بمين التقت وشو هي الكلمة من بعد فاصل أعلاني وأخبار الصباح بيتابع بدأ أغني لك إنجليش إنجليش كل شيء ما أفعله أفعله لك فقط لك إمتى أشوفك يا غايب عن عيني جتان الفرجة والله والله وابعادك عن عيني نعم يجب أن تتعيش يجب أن تكون أقوى من كل الصعوبات ولا ما فيه مصاري بدأك تعيش حياتك يجب أن تكون مصاري حتى لو كنت في المصاري يعني السعادة مش بالمصاري السعادة لا تكمن في المال أنت تعلمي أين هي السعادة عندما يطفق الإنسان ونفسه وإمتى أشوفك يا غايب عن عيني جتال الفرجة والله 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 وابعادك عن عيني أنا كنت بوليس أنا كنت بوليس محقق جنائي بدولة قطر أيوة فيش جريمة تشيرز I love you أنا كنت بوليس أنا كنت محقق جنائي بدولة قطر أيوة وأنا فلسطيني وكحشوني وجبوني لعندك مشان أعمل مقابلة معك تاكسي تاكسي ooh قال إدخل السرية حلب وقعد خلف الباب واللي ما يحب النساء تذاب من تذاب ooh ليش الله خلاقكم حلوين وقال لي screaming قاللو له قالت له الله خلقنا حلوين عشان تحبونا وقاللين عائل عشان نتجوزكم المرأة إنسانية عندك يا أنا عندها مشاعرها عندها أحسيسها مثل أنا يو أندرستان عندك كرامتها عندها هذا حمار اللي بيضرب امرأة قولي له اللي بيضرب امرأة بتحب حدا يضربك بقولك لا قولي له طب يا حمار ليش بتضرب الامرأة يا حمار هي لازم تضربك لأنك هي هي لضبيتك يا كلبي يا ابن 16 كلبي من الهنرولو لك شو بدك فيه أنا مش مخلي صاروبي بأوروبا اللي معايش فيها وين بدك بعد وي تارف شو أسوأ شيء بيعملوا الإنسان لأنه عايب على الإنسان يكزب أكبر عايب على الإنسان يكزب لعن الله لعن الله الكزابون والكزب حبلو نصي أيوه وامتى أشوفك يا حسين يا غالي هلأ تزوزت؟ أربع نسوان لا ما طلقتن كلن آه سوري سوري هني طلقوني هني طلقوني آه سوري لا لأنني لا أعرف كيف يتعلمهم كيف يتعلمهم كيف يتعلمهم كوائف كوائف كزوجي ما عرفت كنت أخونا يا خيتا خلاص هذا الصهر شو بدك أحكي لك بعدين بعد ما أنا أخنت هنا تعلّمت أن الكزب عايب أيوه آه من الله أؤمن بهذا بالكلام الكزب عايب لا ملح ولا سكر ولا خامض كاكاو كاكاو كلمة اليوم أكبر رعيب الكزب افعل ما تشاء لا تكزب تشيرز I love you That's why I lay 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 وليو حياة أمك بوجود الله بوجودكو نحب الفيوتشار تيفي ويلاب المستقبل وأخبار الصباح والدهر والمساء والليل وليو حياة الماما بنت أطلع حياة الماما حرفية I love you Do you love me? ألي شوي أهلا لعن زميلتنا مريم الحج وننتقل هلأ لنطلع معها على إصدار جديد مريم صباح الخير صباح النور مجور كيف كنت؟ كيف كنت؟ كيف النشاط ببداية الأسبوع؟ حيوية حيوية كيف كان الميكا؟ تمام تمام كتير منيح أي يالسف دالي مريم إذن اليوم طبعا مثل كل نهارتانين أحدث الإصدارات باللغة الأجنبية اليوم كتابين باللغة الفرنسية ورح نبدأ بخبر جيد لمحبي الكاتب الفرنسي الكبيري مارجوري ديراس يلي دخلت بالعام 2011 سلسلة لابلياد العريقة يلي بتكرم فيها دار نشر جاليمار كل الأدباء المبدعين وهي كانت دخلت فقط بأول جزئين من أعمالها الكاملة اليوم عادت وأكملت الدار إصدار كل أعمال ديراس بالجزئين الثالث والرابع إذن خمسين كتاب لديراس جامعتهم جاليمار بأربع أجزاء بالإضافة لكامل أرشيف الكاتبي وأوراق الخاصة مارجوري ديراس هي شاعرة وكاتبة مسرحية ومخرجة فرنسية اشتهرت بفرنسا والعالم الفرنكوفوني بالتنوع الأدبي بالإضافة إلى أنه كاتبت للقصص القصيرة وسيناريوهات الأفلام وهي تعتبر من أهم الأدباء الفرنسيين أول شهرة عرفتها ديراس كانت عبر روايتها السيد في مواجهة الباسيفيك ولكن شعبيتها نمت بفضل المسرح لما أصدرت مسرحية الميدان وعرفت على نطاق أوسع عبر سيناريو فيلم هيروشيما حبيبتي والأغنية الهندية ولكن النجاح الساحق لا روايتها العاشق غطى على معظم أعمالها الأخرى وديراس توفيت بنسان 96 اليوم كل أعمال ديراس من روايات وأصص أصيرة ومسرح وسيناريو أفلام صدروا كاملين عن دار جاليمار الفرنسية اقتناء هالأعمال الكاملة لمهجوهية ديراس هو بمثابة كنز وإضافة سمينة جدا لمكتبتنا نعم مريم شو الهدف من سلسلة لابلياد يلي بتصدرها دار جاليمار وعلى أي أساس بتتم اختيار أدبها السلسلة وبركة على أي أساس كمان بتتم اختيار يمكن إصداراتهم اللي يضموها لها المجموعة نعم جوال هي سلسلة لابلياد أو كتب الخالدين هو مشروع أدبي بتقوم في دار جاليمار لتكريم أهم الأدباء عادة تطبع الأعمال الكاملة للأديب بعد وفاته بعدة عقود ولكن أحيانا بيشز عن هالقاعدة القليل من الكتاب مثلا مثل ميلان كونديراية اللي حكينا عنه مش من زمان إذن عادة تنتظر الدار عقود على وفاة الكاتب لأنه بتكون عم تنتظر حكم الزمن على هالكاتب وما إذا كان جدير بهالتكريم ولما بيتأكد تكريسه الأدباء تضم كتبه بعمل جامع تتوفر له أحسن شروط الطبع وأفضل ظروف الدرس والتقديم النقديين مع الإشارة إلى أنه دور النشر ما بتقرر فقط نشر أعمال الأديب الكاملة بل كمان بتكلف ناقد أو أكتر للتحقيق بهالعمل نعم وهلأ لمن عشونا نتعرف هلأ من دراس إلى إغيك إمانويل شميت الكاتب الأكثر قراءة بالعالم كنا مش من زمان استعرضنا أحدث إصدار له بس هو بيستاهل لتعايزون دانشتاين صحيح بيستاهل اليوم صدرت أحدث رواية لشميت بعنوان لليكسيغ داموغ مثل ما بيدل هالعنوان الرواية تحتفي بالحب والقصة قصة آدم ولويز حبيبين سابقين أعاد شميت أحياء قصة حبهم بها الرواية ولكن ترك بيناتهم مسافات آدم يعيش بباريز ولويز بموريال حب آدم ولويز بيتطور عبر تبادلهم للرسائل الإلكترونية ومن خلال هالرسائل بقدم شميت تأمل حول الحب الشغف الصداقة الوفاء الجنس وألم الفرق إذن الرواية اتخذت شكل المراسل بين حبيبين مراسل تغع لي طابع التأمل الفلسفي هاريوية هي رحلة استكشاف لمعنى الحب والرغبة والمشاعر والجاذبية إذن آخر إصدار لشميت الكاتب يلي ترجمت أعماله إلى أكتر من خمسين لغة هو الإلكسير داموغ صدر حديثا عن دار نشر ألبان ميشيل الفرنسية يلا وبركي كمانا بيزورنا بالدورة المقبلة من سالون كتاب الفرنكفوني هو عودنا دايما بيجي ودايما بيوقع كل روايته مريم موضوع الرواية والحبكة يعني مش جديد وصاروا كتير متداولين ليش برأيك يا ريك إمانويل شميت بهالإصدار عايد لموضوع الحب وهل قدر يقدم شي جديد؟ صحيح بيارات هو انتقد شميت من قبل القراء ومن قبل الصحافة بالبداية على عنوان الرواية يلي عن جد يعتبر نوعا ما تقليدي ويبشر بمضمون تقليدي ولكن يلي بيقرأ هالرواية بيقدر يلمس قوة شميت بأنه يقدر يقتحم أي موضوع حتى ولو كان متداول ومستهلك بأسلوبه وخبرته وذكاءه الأدبي بيقدر يقدر يقدم شي جديد وينجح من الإفلات من كل ما هو تقليدي على كل الرواية صارت بين إيديكم فيكم كمانا تحكموا ويمكن لأنه صار معروف ومعروف أسلوبه بالكتابة الناس يمكن بتغض النظر لأنه عندها ساقة أنه رح تقرأ قصة حلوة الصحيح في شي منه جوال بس لا كاتب عن جد أبضاي بالمعنى هيك قصدي شكرا لك مريم نشوفك الأربعة وانا مشكركم كل البلدين من حول العالم بتسعى لأستقطاب السواح السنة ولو كانت البرازيل عم تستقبل موديال إلا أنه السواح هم بيتواجهوا لهنيك أيضا للركوب بالبطة تقرير بالبرازيل الجولات السياحية عم تغطي اليابس والمي سيارة بتتسع لـ 28 شخص بتدور بأهم شوارع ريو ولما توصل للبحر السائق بينزل وبيقعد مكانه بحار ومحرك الديزل بيتوقف عن العمل لتصير السيارة مركب المغامرة فريدة من النوع هالمركبة على شكل بطة صنعت في البرازيل جربوا يطلبوها لكن السعر كان عالي فاستخدموا مركبات ومحركات قديمة واليوم جولات البطة عم تستقطب عدد كبير من السواح ومرحب بضيفتنا لليوم سارة ناصر الله من منظمي Art Festival 2014 صباح الخير سارة مرحبا وأهلا وسهلا فيك معنا بسجو أخبار الصباح مرحبا أننا نحكي عن الدورة الرابعة لArt Festival 2014 اللي عم تستطيع في الجامعة اللبنانية وتحديدا فرع الفنون هالدورة الرابعة بكرة بينطلق لمدى أربع تيام صح؟ مزبوط هو مثل ما قلته لربع سنة بنعمل هذا الArt Festival هو بدوم كل أعمال الطلاب من مختلف الإختصاصات الموجودة عنا من هندسة معاملية لهندسة داخلية فرع سينما قسم تياتر عنا كمان الفن التشكيلي فنون تشكيلي كل شخص موجود عنا بالجامعة بيقدر يعرض أعماله حتى لو ما خاصة بالإختصاص طبعه في عنا ناس أركتكتور بتعرض لوحات فنية و شو هدف هالمشروع والطلاب هل هنه طلاب سنة أخيرة ولا مش ضروري؟ مش ضروري كل طالب عنا بالجامعة بيقدر يقدم وشو الهدف؟ الهدف انه فرجل انه قدي عنا قدورات فنية بالجامعة الأعمال اللي بتصير عنا بالجامعة نعرضها لل للزوار نعم للزوار تجي شخصيات خاصة بالشأن العام شخصيات فنية أعلمية نقبية فبيكون بوابة للتلميز حتى يتعرفوا أكتر على سوء العمل وبوابة يمكن لها الشركات تتعرف أكتر قدرات هالتلميز العمطار مضبوط أعمالها يعني من خلال النسخات بالتلات السنين اللي مضت قديش التلميز اللي شاركوا بالوقات فاسيفل صارة قدروا يستفيدوا أو لمسوا نتائج إيجابية من وراء مشاركتهم بالمعرض؟ نعم هذيك السنة نبيعت كزا لوحة فنية وكانوا كتير موصوطين الناس اللي نبيعت إليه وفي هذيك السنة كمان أخذوا شركات مهمة ناس ستاج عندهم يعني هندسة وانتيريور ديزاين أخذوهن اللي عندهم ستاج نحنا عم نشوف بعض المشاهد من هي سنت الماضي أو القبلة؟ لا هذي سنت الماضي سنت الماضي على الأبنين جبنا زفة نعم أوكي قديش برأيك يعني صارت الجامعة بهالوقت وقت المعرض صارت مقصودة من قبل الناس يعني بتقصد تروح تشوف بركة تستعين بخبرات طلاب جداد؟ مضبوط هو الكل سنة بهذا الوقت نحنا بنعملوه ودايما كتير خرق الله بيكون فيه كتير أشخاص عم بشي تشارك قديش طلاب من غير جامعات صارة كمان هن بيدوروا عم بيجوا يشوفوا أعمال طلاب الجامعة اللبنانية يعني عم بيصير فيه دعوات للطلاب مش بصفة رسمية كرمالي يجوا يشوفوا المعرض عنا وعم بيكون فيه عدد معين عم يجي بكرة أول نهار للمهرجين بيكفع على مدى أربع تيين على مدى أربع تيين من أيها الساعة من الساعة 12 الافتتاحية وبدال ممتد لنهار الجمعة بيخلص الساعة 10 ودي أذكر أنه بيصير أخر نهار فيه تنبلة ومن الأشخاص اللي شاركوا لأنجاح التنبلة فينا أذكر ميرالا دانس كلاب ASC اللي هو أدفانس بورت سنتر في عنا وايان سيران تيكار وكتير غيرهم أوكي فيه تام معين أو موضوع معين للأعمال ولا تفريح كل واحد بيشتغل كل واحد بقدم أعماله اللي عملها بالبيت إذا بدك أعمال حرة أو البروجيات اللي صاروا ضمن إطار الجامعة وفي ناس بيارضوا أعمال يدوية ما بارف يمكن بعد بيبين بال هاند كرافت صلاح ما نشوف أذا بيمرو بكل أحوال اللي احنا جنزكر بالموعد فإذا بكرة الافتتاح بتمام الساعة 12 بالجامعة اللبنانية بفرن الشبك نعم بفرن الشبك بمعهد الفنون الجميلة وأكيد معرض مفتوح للجميع يعني مش بس طلاب جامعة لبنانية كل طلاب من بقية الجامعات أو حتى يمكن الأشخاص اللي حبين هيك بدون شوي فصحة فنية بقلب العاصمة بيروت سارة نحنا متشكر حضوريك معنا ومنتمنى لكم كل التوفيق بهالدورة الرابعة ويعطيكم ألف عافية مرسي بريك ومنرجع من تابع أخبار الصباح من النشاطات المسرحية اللي عم تشهد العاصمة بيروت بدأ عرض مسرحية مرة لوحدة للمخر الشادي الهبر على خشبة مسرح مونو نص العمل هو لداريوفو وزوجته فرانكا راما هالعمل كتب أحسنت 1977 وتحول لمسرحية تقرير عن هالعمل يلي تم التمديد لعروض إضافية 23 24 و 25 أيار مره لوحدة على خشبة المسرح مزجونة بسجن الزكورية مره عم بتعاني من أنينية قمع ظلم واستبداد زوجة عم بتعاني من تحرش خيو الجنس فيها من تلصص الجار عليها من تحرش أحد المتصلين فيها ومن إلحيه عشيئة لأصبح مدمن عليها ومعارفة حبها هالمره اللي لوحدة اللي عم بتعاني من همجية الرجال حولها هي الممثلة خلود ناصر لجسد الدور إمرأة مجهولة الهوية بمسرحية مره لوحدة لمن تمثيل خلود ناصر ومن إخراج وفكرة شادي الهبر لكتبس ناص داريوفو وفرانكا راما وحولوا لمسرحية حملت عنوان مره لوحدة بفتكر مره لوحدة اليوم هي كل مره ممكن يكون عايشة شيء من هيدا المسرحية ممكن يكون جملة بتدقى كل مره من هيدا المسرحية وأكتر شيء من صالة الضوء على النساء اللي هنه معنفين بحياتهم معنفين اقتصاديا معنفين جسديا معنويا كل هالأنواع التعنيفية اللي هو موجود به هيدا المسرحية هيا ايه؟ بيقفل البيت اليوم ما سيطر ترفل البيت خلاط البيت هو بيجي شاطر بالحالات الطارقة لا لا أنا بيتي ما بسي شيء نحنا عامنا كتير غايقة هيدا الدور هو فشراحة تحدي كبير لقلي لأنه هو دور أول شيء سولو وأيام مسلي بتتمنى أنه تلعبوا أنا بالنسبة لقلي هو أعطاني كتير لأنه كل طاقة كان مسلي فجرت بهيدا الدور رغم أنه مونولوك داريوفو وفرانكا راما بعود إلى السبعينات إنما ما زال لغاية اليوم بحاكي المجتمع وخصوصا المجتمع اللبناني بحيث أنه الإمرأة ما زالت عم بتعاني من كمع الرجل بغياب أنون بيحميها تماما مثل الإمرأة اللي جسدتها خلوط ناصر الإمرأة الأم الزوجة العشيقة والضحية اللي بتكره الصمت المنزلة فبتحاربوا بالراديو الستيريو والتليفزيون واللي بينتابع دائما أحاسيس مختلفة من الكراهية الزنب الحب والانتقام شو كنت يا جسد يوم كنت عم نققها تاسو وانتضحك وغني مبسوطة 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 شوفت كلا يسي كاسب عليك لو تقولوا الخيئة عن حيواني بدافنك اليوم كلا لي أنه أنا صبق وانه غطي على وأنه لما أنا بتستلسل حكي مع واحد بحطة أخبائية ما كنت تتلسل جهولة مسرحية مرة لوحدة مسرحية سيكولوجية تراجدية بتدخل فيها الكوميديا السوداء وبتحكي عن الإمرأة المظلومة وعن المجتمع شاهد على عذاباتها بلا ما يحرك ساكن بعمل مسرح جديد نطلع على خشبة مسرح مونو بمنطقة الأشرفية ومستمر لغاية 18 أيار وبهلوقت منوصل لختم الحلقة ومثل العادة قبل ما نودعكم منتقلي لستوديو كلام بيروت مع زميلتنا رولا كساب حدادي اللي اشتقنالها مجهور حمدلع السلامة مجهور أنا كمان اشتاعت لكم كيف كانت تركيا؟ كانت كتير حلوة تليتي؟ تليتي كتير بس زعلت جوال بنفس الوقت وحبيت قولها الشي بحضور معالي وزير السياحة السابق صباح الخير صباح نور تقني لطش سيحية رولا لطش جوال بتزعل بس تشوفي قديش في عدد سواح بتركيا لدرجة ما بتشوفي الأرض من كترز العالم ووصلي ع بيروت ما بتلاقي غيرك بالمطار هيدا الشي بحزن لأ بس الصيفية واعدة إذا ألا رأيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله والحلقة شو معالي وزير يعني منتأمل إنه يكون في صيفية واعدة يرجعوا السواح على لبنان بس بالأول إن شاء الله نحافظ على هيكلية الدولة طبعا وننتخي برئيس جمهورية ويكون عنا حكومة جديدة لأنه بكرة بنخلص من أزمة انتخاب الرئيس نعلق بأزمة تأليف حكومي وهاكي لبنان أزمات متتالية ومنخسر موسمنا بالوقتي اللي هو بلد أنا بضيف زعل على زعل رولا مش إنه سواح بتركيا إنه معنا إنه بلدنا اللي كان الأول بالعالم العربي بالسياحة صار صحرة سياحية ما بقى فيه عالم وللأسف بلنا طاقة إيجابية عبداية الأسبوع بركي بنوجعلهم قلبهم للي بإيدهم حلوة بركي بنوجعلهم قلبهم للي بإيدهم الحلوة الرابط وبيعرفوا إيميت شو عم بيخسروا لبنانك اليوم لكن الملف الرئاسي حاضر ملف الرئاسي مطالب الاجتماعية موضوع النسحين السوريين يلي رح يحضر بمحادثات رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية هي أبرز المواضيع يلي رح نقشها مع الوزير اللي مرونه نعم حلقة موفقة لقليك رولا نتمنىها طبعا بتبدأ بعد خمس دقايق تقريبا من بعد ما نختم أخبار الصباح مع التقرير أرياضي ونتمنى لكم بداية أصبح حلوة ممتعة بكرة حلقة جيدة من أخبار الصباح كونوا معنا باي اختتم النجم بطل لبنان الموسم منافسات المرحل 22 والأخيرة من الدورة اللبنانية لكرة القدم أهدف النجم حملة توقيع كل من سي الشيخ مرتين ماهر صبرة وأكرم مغربة فيما سجل أهدف الرسنج لسيناسورو مرتين وابورسوم وطارق حلوم وبعد انتهاء اللقاء سلم رئيس الاتحاد اللبناني المهندس هاجم حيدر كأس البطول إلى كابتن نادي النجم عباس عطوي بحضور الأمين العام جهاد الشحف ورئيس نادي النجم محمد أمين الدعوق وبباقي النتائج تغلى بالصفة على العهد 4-2 وتقدم إلى المركز الثاني في الترتيب العام بينما تعادل الأنصار مع شباب الساحل بنتيجة 3-3 بدعوة من النائب باية الحريري وتحضيراً للمعسكر التدريبي لمؤسسة نادي ريال مدريد يلي رح يقام في مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري الرياضي في صيدة بدءاً من 20 حزيران المقبل وبالتعاون مع نيد الأهل صيدة وبلدية المدينة وعقد في مجدليون اجتماع لممثلين عن المؤسسة وعن الأندي الرياضي والمدرسي المعنية بكرة القدم في المدينة وذلك لوضع بصورة الحدث الرياضي النائب الحريري أكدت أهمية استضافة صيدة لهذا الحدث والاستفادة منه بإفساح المجال أمام المواهب والطاقات الرياضية الشابة لإبراز إبداعاته وبتفاعل المدينة بكل قطاعاته مع الحدث بما ينعكس إجاباً على الحركة والنشاط فيها بدور رئيس مجلس إدارة شركة أرابيكا سبورت اللبناني المتمثل الرسمي لمعسكر مؤسسة ريال مدريد بشرق الأوسط وشميل إفريقيا عدنين ياسين أشار إلى أنها الخطوة الأولى راح تكون إقامة معسكر لفترة محددة يخضع خلال المشاركين لبرنامج تدريب مكثف على يد مدربي ريال مدريد واللي بتظهر عنده موهب مميز راح يحظى بفرصة الذهاب إلى إسبانيا للاحتراف أما الخطوة الثانية فهي إقامة أكاديمية تدريبية لريال مدريد في صيدة على مدار السنة وبالتعاون مع الأهل الصيدة احتفالات جمهير أتلاتكم مدريد باللقب اللي أحرزه بعد ما تعادل واحد واحد مع برشلونة استمرت حتى سعاد الفجر الأولى ومنتبع سواه في الإطار نفسه وبعد المباراة مباشرة استقال أرجنتيني جيراردو مارتينيو من تدريب برشلونة بعد فشل الأخير في الاحتفاظ بلقب الليجة مارتينيو يلي ما صمد أكثر من موسم مع الفريق في مؤتمر الصحفي آل بعد اللقاء بدي أخبركم أنه باتفاق متبادل مع النادي لم أعد مدربا لبرشلونة أشعر بالحزن والأسف لعدم قدرة على قيادة الفريق لتحقق الأهداف التي سعى إليها النادي كما شكر مارتينيو جميع مسؤولي النادي على دعم ومساندتهم إلى مدار الشهور العشرة التي تولى في أمسؤولي تدريب الفريق قبل تقديم استقالته بدوره توج أيضا بايرن ميونيخ بلقب كأس ألمانيا لكورية القدم للمرة السبعة عشر في تاريخ هو التاني على التوالي بايرن احتفظ باللقب بفوزه على بروسيا دورتموند بنتيجة 2-0 بعد التمديد للوقت للمباراة النهائية يلي احتضرنا الملعب الأولمبي في برلين حيث يعود بالفضل لتحقيق الفوز إلى هلندي أريان روبين واتوماس مولر يلي أحرز هدفين لقاء يحقق النيد البافاري ثونئي المحلي الموسم التاني على التوالي من جهته فك أرسنال صيامه عن الألقاب وأصعد إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ العام 2005 وذلك مع متوج بطلا لكأس إنجلترا بفوزه على هالستي بنتيجة 3-2 بعد التمديد للوقت للمباراة النهائية يلي احتضرنا ملعب ويمبلي ويودين فريق المدرب الفرنسي أرتسون فينجر بإحراز اللقب إلى الويلزي أارون رامسي يلي سجل هدف الفوز في الشوط الإضافي التاني من المباراة ليتم تدويج أرسنال بلقب الكأس ويعادل الرقم القياسي لعدد ألقاب المسابقة المسجل باسم ماشيسر رونايتد وهو 11 لقب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر